السلام عليكم ورحمة الله تعجب الصحابة الكرام غاية العجب مما حدث لهم في غزوة أحد وقالوا كيف يحدث لنا ذلك ونحن المسلمون الموحدون وأنى لنا بالهزيمة ونحن جند الله نقاتل في سبيل الله ومعنا رسول الله وكيف تكون الغلبة لهؤلاء الكفرة وعباد الأصنام فأزال الله حيرتهم وأنزل قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم أيها المؤمنون مصيبة في غزوة أحد وقتل منكم سبعون قد أصبتم مثليها من المشركين في يوم بدر فقتلتم سبعين من صناديد الكفر وأصرتم سبعين ومعلوم أن الأسير في حكم المقتول لأن حياته بيد من أسره أضف إلى ذلك أن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار وأضف إلى ذلك أيضا أن النصر كان حليفا لكم في أول الأمر فقتلتم من المشركين عشرين قلتم متعجبين كيف يكون هذا ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وهؤلاء مشركين قل لهم أيها النبي هذا الذي أصابكم هو من عند أنفسكم فأنتم من أبيتم إلا الخروج من المدينة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليكم بالبقاء فيها وأنتم الذين خالفتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حين أمركم بالبقاء في أماكنكم وأنتم الذين صارعتم إلى جمع الغنائم أثناء المعركة وأنتم الذين تفرقتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة الشدة والعسرة فعودوا على أنفسكم باللوم وأحذروا من الأسباب المؤدية للهزيمة فالعاقل هو الذي يحاسب نفسه عند التقصير ويعمل على تدارك الأخطاء ويأخذ من ماضيه دروس يستفيد منها في الحاضر والمستقبل إن الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه فالله عز وجل قادر على نصركم ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم وكما نصركم في بدر وأنتم أذلة خذ لكم في أحد رغم حماسكم واستعدادكم وكثرتكم وتأمل معي أخي الكريم رغم مرارة هزيمة أحد فقد نال المسلمون العديد من المكاسب عقب غزوة بدر وانتصار المسلمين دخل الكثير من المنافقين في الإسلام طمعا في الغنائم وبعد هزيمة أحد ظهر المنافقون على حقيقتهم وسهل على المؤمنين التعرف عليهم والحذر منهم فميزت غزوة أحد بين الخبيث والطيب بين المنافق والمؤمن وتعلم المسلمون درسا في غاية الأهمية من باشر أسباب النجاح والفلاح وصل إليها بإذن الله ومن أعرض عنها حرمه الله تعالى من عونه ورعايته ثم انطلق الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سلسلة من الانتصارات والفتوحات وفي تلك الآية الكريمة رد على المسلمين في كل زمان ومكان الذين يتعجبون من علو أهل الباطل على أهل الإيمان وصدق الإمام الشافعي رحمه الله حين قال نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجوذ الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم